لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نذكر مثلا نذكر مثلا في صحفي جزائري اسمه عبداللطيف بلقايم عبداللطيف بلقايم كان صحفي عمل في جريدة الشروق وعمل في عدة فضائيات هو صحفي شاب ككل الشباب مستوى عادي جدا ليس مستوى احترافي أو شيء من هذا القبيل لم يتولى يوما منصبا في حياته نعم لم يتولى أي منصب لم يتولى أي منصب في حياته في حياته صحفي مارس الصحافة فرق ما بين أنك تمارس الصحافة تكتب أو تقدم برامج أو تكون ضيف في برامج وبين أن تتولى مهمة في رئاسة الجمهورية أذكر هنا في هذا السياق على ذكر السيد عبداللطيف بالقايم أنه في 17 مارس 2016 كنت في سفر خارج فرنسا وعادتي صباحا أطلع على كل الصحافة الجزائرية حتى أشوف الأحداث ماذا يحدث في البلاد فتحت جريدة شروق وإذا به أجد بالبنط العريف على رأس الصفحة الأولى كما تشاهدون في الصورة وفي الصفحة الأخيرة سجلت خطأا على أنها ماتت أثناء العمر بدل شقيقتها السعودية تمنع حاجة جزائرية من العودة إلى جزائر الإبن أحمل كل الأطراف مسؤولية ما يحدث لولده لما تشوف عنوان السعودية تمنع حاجة جزائرية من العودة إلى الجزائر وعلى رأس الصفحة الأولى تقول هذه كارثة الحقيقة أنني عادتي ومن خلال ما قرأت أدركت بأنها من عائلة مسكينة لأن لو كانت من عائلة غنية أو لديها نفوذ ما بقي هذا حال عرفتها أنها من عائلة مسكينة فقلت والله أتدخل أخذت صورة المقال كتبت نشر التغريدة على تويتر ونشدت سلطات السعودية بالنظر إلى في هذه القضية لهذه المرة بعد تغريدة حوالي 40 دقيقة أو ساعة تقريبا يجون اتصالات من المملكة العربية السعودية ناس لديهم ثقلهم في البلد ماذا حدث؟ ليس لدينا معلومات أي معلومة على أننا منعنا امرأة ليست لدينا معلومات بالله عليك أعطينا معلومات على هذه المرأة فاتصلت بعليف وظيل الله يرحم المدير العام لمؤسسة الشروق أخذت لي فون اتصلت به فقال لهذا وجدت اسم الكاتب عبداللطيف بالقايم أنا ما عندي تواصل معه أعرفه شهده وأقرأ أحيانا أنا مقالاته ما كتباته في الشروق لي كنت أصلا أنا أكتب فيها فقلت فحكيت له الأمر فقال لي فورا أخذ رقم تليفون بالقايم اتصلت بالقايم أهلا وجدته يعرفني معرفة جيدة بكل احترام للأمانة هو شاب مؤدب بمعنى الكلمة وصاحب خلق حقيقة على المستوى السلوكي هذا لا نتكلم عنه فالرجل طيب بمعنى الكلمة ففرح جدا بهذا الاتصال فيما بيننا لأول مرة وسألته عن المرأة فقال لي أعطيك رقم هاتف ابنها قال لي دقائق وأرسلك الرقم فشكرته فقلته سأقوم بإذن الله بحل مشكلة هذه المرأة بعد حوالي عشر دقائق وأرسل لي مشكورا هاتف ابن هذه العائلة وهي من عائلة عزوز من ولاية الجلفة اتصلت بابنها فأخبرني بما حدث فطلبت منه رقم هاتف فحكى لي بأن القصة وما فيها أن هذه المرأة وزوجها سافروا مع بعض عمرة شقيقتها توفيت هناك في مكة فدفنت الوكالة السياحية أخذت جواز المرأة التي على قيد الحياة لأنه في شبه كبير بما بينه أخذت جواز المرأة التي على قيد الحياة وعملت لها إجراءات وفاة بعدين لما رجع لهم الجوازات رجع الجواز بتاع هذه المرأة على قيد الحياة لما جاء يوم صفرهم وصلوا إلى المطار وضعوا الجواز شاف عمل الإجراءات هذا الشرطي فقالها يا حاجة أنت هذا الجواز لي امرأة متوفية فقالت لا هي شقيقة قالها وقع خطأ هناك يجب أن تعودي إلى القنصلية تبعك وتقوم بتصحيح الأمور وتسافر على بركة الله لم يسجلها ولم يعلم بأن هذا الشام قالوا له الأجونس أكيد في خطأ خلوا روح نصل رجعوهم وخلوهم هناك في الفندق أكثر من ثلاثة شهور والناس تحسن إليهم حتى صاحب الفندق صار ما يأخذ عليهم أجر كل الناس والناس تساعدهم وصاروا في ظروف سيئة للغاية بعدين المهمة أخذت رقم الوالد اتصلت به بعد مباشرة سلمت إلى هذه الجهات الصديقة في المملكة العربية السعودية بعد مشوار أخبروني أنهم تنقلوا إلى هذه العائلة وأنهم قاموا بكل الإجراءات الخطأ ارتكبته المؤسسة هذه الوكالة السياحية التي جابتهم وأن المفروض هذه الأمور تحلها القنسلية ولكن في إطار اتصالي وشفاعتي في هذه سيقومون بما يجب أن يقوم ورحلوهم وأكرموهم وقدموا لهم كل شيء وأخرجوهم حتى من القاعة الشرفية من القاعة الشرفية وليس من قاعة عموم الزواء في ذلك اليوم اليوم هادف كان يوم ثم طاعش كان الحادث يوم سبعة طاعش في تلك الليلة أخذوهم ولم يجدوا لهم إلا طائرة في طائرة وصلت أعتقد سافرت يوم الجمعة أو شيء من هذا القبيل المهم لم يجدوا إلا طائرة إلى وهران فسافروا في يوم الجمعة كان يوم الخميس أعتقد سبعة طاعش مارس ويوم الجمعة كان ثم طاعش مارس السافروا معززين مكرمين ومكرمين إلى الجزائر ماذا ينشر عبداللطيف بالقايم؟ يوم السبت تسعة طاعش مارس ينشر الأخ عبداللطيف بالقايم 24 ساعة بعد نشر الشروق للقضية الديوان الملك السعودي يتكفل بالجزائرية التي علقت مع زوجها بمكة نجل عزوز شروق كانت سافرتنا في وقت غاب صوت السلطة وكان المقال كل مديح لجريدة الشروق كل مديح لجريدة حتى الضيف لما وصل قال لك وقال زوج رقية عزوز في اتصال إنها لنعمة كبيرة أن يجد إنسان أولاد وعائلات بعد معاناة طويلة انتهت بفضل الله بخير دون أن يتوقف عن الدعاء لكل من سامة في عوداته وزوجاته إلى البلد وأضاف نجل جريدة شروق كانت سافرتنا بالحق في وقت لم نجد فيه سلطات البلد هذا وقد حل الزوجان المعتمران آن رقية ومختار عزوز الأمس بمطار وهران الدولي وسط بهجة كبيرة في المستقبلي الغريب أنه سي عبداللطيف بالقايم يكتب وقال من جهته أنور آم مالك بالأمس في حديث هاتفي معاه أشوف قبل هايقول هذا الخبر أكدته عائلة كذا 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 وقد تحصلت على هاتف العجوزين ملدون نشط الحقوق الدولي أنور مالك هذا الخبر أكدته عائلة عزوز من الجلفة للشروق فور مباشرة الديوان الملك لإجراءات الإجلاء وقد تحصلت على هاتف العجوزين من لدن نشط الحقوق الدولي أنور مالك صاحب تغريدة تويتر التي تفاعل معها مسؤولون سامونة في الدول الملكي السعودي بعد نشر المقال إذ حدد السعودي مكانه وتكفلوا بإقامته وكرامهم إلى غاية مغادرتهم هنا وهذا وبعد ذلك وقال من جهات أمس أنور مالك بالأمس يحديث أن الشكر كل الشكر لجريد الشروق التي ترصد معاناة الجزائري أنا أذكر بأن لا أنا حقيقة لما تواصل معي فقلت الشكر يعني أشكر جريدة الشروق أنها لو لها يعني لو لجريدة الشروق ما اطلعت على هذه القضية ولكن هو اختزل الموضوع كأن جريدة الشروق هي التي أثرت وأثرت هناك وأثرت في ديوال الملكي وأخرجت هذا الأمر ولم يعطي المعلومات الحقيقية الصحية فاتصلت به وعتبته كثير قلت أنك لم ترد المعلومة الصحية أولا أن هؤلاء هؤلاء لم يكونوا محتجزين لم تحتجزهم السلطات أولا العنوان في الأول كان خاطئ القضية أنهم وقعت له مشكلة وبقوا هناك بسبب خطأ خطأ ارتكبت مؤسستهم التي أخذتهم إلى العمر وليست السلطات السعودية لم تحتجزهم لما تقرأ العنوان احتجاز قول المهم لمته كثيرا وعاتبته فقدت أول حاجة والسيد أيضا للمنازل شكر السلطات السعودية على الخدمات التي قدمها ولم يمررها سيء عبداللطيف بالقايد فقط أردت أن أعطي هذه القصة لأتحدث عن هذه هذا المستوى الإعلامي الذي يتواجد فيه بعض النماذج من الذين الآن يعملون في رئاسة الجمهورية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة